المترجم للقناة 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 السرطان الله يشافي أي وعد مريض به ومن تمنى لتشي وعد لوالدة وفات حيث عيات وما قدتش على العلاج الكيماوي دوزتش ثلاثة دي لحصص هالكوه في صحته ومات الله يرحمه حتى هي كنت بغانين كون رجل قانون وصلت واحد وعشرين سانة دوزت عام انخوتي وانا خدام في ماكدونالدز خدمة اللي لقيتها غيبة غيق مناشف غيب الزز حشو مقاع واحد عنده الماستر في القانون وخدام كيقليف بطاطا ما تجيكمش غيبة كيني بزاف حالي وكتر مني لي سبار لي بالناية وعطى الله الخير فهد العام اللي خدمت قدرت انا نجمعوا حد المبلغ اللي كفيني باش انا نزيده لي شوية ونكمل ثلاثة ديال المليون غدتكونوا فكرتوا بلي ممكن غدين ريسكي نحرقوا الله هذا لا مش هادش خسني ندهن سير باش يسير خسني ندفع فليسات باش نتقبل في الكونكور هاديرالشي حاجة عادي عندنا هنا الوليد ديالي مسكينا كاري واحد المحال وخدام في النجاعة وجد الله يرحموه خلال الوليد الضار اللي احنا ساكنين فيها بسميته بالمناسبة انا ساكن في اقادير وخلو ولي دريم قاتل مع الزمانة احتى وجمع شباركة وعطاها لي باش نكمل الفلوس اللي بغير ندفع دك شي اللي كان بقيت خدام حتى وصل الوقت اللي غيدفعوا فيه الدراري باش يجربوا الحض ديالهم واش يتقبلوا ولا لا وكنت دير بلان فراسي هو انني الى ما اتقبلش عاو تاني فراه غيرمشي ندفع للدجنيت حيث ما بقيتش قادر نبقى غيقالص في الضار شنو زمان اذا يا قاعدك للمجهود ديالي غيكاك وش عرفتي باش تقرار دك السنوات كاملين رخصك وحد تصبر لي كبير ويمشي ويدرعو لك غيكاك قاعد دك السنوات غيرم يمكنش نصبر لهذا البلان هذا دفعت الخوط وراقية وطبعا ضوات مصيرفة عن طريق واحد شافة فايت الوالد خدم لي شي ماريوات وبقاتل نمغة دياله عنده وفاش تصل به الوالد وسوله وش يمكن نتقبلها ناق شوية على اساس نطعه الفلوس وغد يعاوننا السيد كان عليك اتكلمته اي هو اخده الفلوس طبعا لكن اللهم لا عمشوا للعما يدي الفلوس ويخدمنا ولا يدي الفلوس ويخوي بينا الحمد لله واخيرا تقبلت نجحت في الكتابي والشفاوي ودست من الفحص الطبي وكل شي طبعا ما كانوش غير عيطو كون ما كتش دافع الفلوس حدك السيد دار لي ليه منين تقبلت سيفطوني لمدة شهر قالوا لي غد ينديروا بعض البوحوت ونعيطوا ليك فعلا دك شي اللي كان مشيت في حالي وفي هات الشهر كامل غي كان دور وكن خرج نجلس مرامة راح دا البحر في واحد النار قلس حتى جاني اتصال من عندهم جاوبت ودوى معي وحد السيد وقال لي بغاوني نجيل عندهم على حساب الصباح الاخر فقت فضاك النهار بكري فرحان فطرت وخرجت شربت قهيوة ديالي بالخف ومشيت مشيت لديك البلاصة ونقيت واحد اللجنة كي نتم قلست انفاس معهم في واحد البيرو وبدو كيسولوا فيها اول سؤال كان انت جيت لعندنا وش عارف راسك فاش تقبلتي وما عارفينو كيسولوني قلت ليهم ضابط امن قال لي واحد فيهم اه ولكن كينين بعض تغييرات عارفوني هاد الناس بنفسهم وعرفت بلي هما لجنة اختيارية ديالي دي جي اس دي قالوا لي بلي داروا علي بحث معمق وقال لي واحد فيهم بلي عندي المواصفات كاملة اللي هما باغين في الاخر دوا واحد شي باني فيهم وقال لي خصك توافق بش تكون معنا في الفرقة ديالتدخلات السريعة دي اس دي بقيت ساكت واحد شوية حركت راسي بقى طبعا غادي نقبل اول حاجة قال لي دك شي باني هي هاي غادي تخدم في مدينة اخوة قلت لي فين قال لي يا طانجة والسكن ديالك رأي لحسابنا حركت راسي طبعا حطوا لي اشي وراق باش نسني عليهم منين سنيج قال لي يا واحد فيهم من هنا اليومين تكون وجد بش تدخل في التداريب ديالك غا تكون تداريب خاصة واحد شوية ومكتفة تقدر تمشي دابا سلمت عليهم وخرجت من تمة ارجعت للبطار ما كنش ديك ساعة عارف بلي دك شي لي واقع في طانجة قليل اللي عارفه وبلي حياتي مني غا نكون تمة غا تكون معارضة للخاطر ديما وبلي غادي نخدم في الفرقة ديالتدخلات السريعة وبالضبط على لعصاباته الارهابيين فين مكانه في المغرب يعني كنظن غا تفهمه بلي دك شي مكانش سهل فاش دخلت للدار دويش مع الواليد قتلي را غا نبقى نجي في العطال ديالي قل يالله يسهل عليك أولدي مستقبلك هو الول دوز ديك اليومين مع الواليد وجا الوقت باش نمشي توادة ما حي تغنغيب عليه لمدة 6 شهور ديالتدريبات اللي غا ندوز عاد غا ناخد واحد للسيرة حادي الشهر ونمورها غا نبدا خدمتي تعصلوا بيا دوك الناس وقالوا لي اطلع ديرك تلعان دنا مشيت نيشان شديد الطريقة لغا بعط ها ديال بلصفين داروا معايا وصلت لتمة وتعصل بيا وحد خونا فاش قلت لي فين كان بالضبط جالعان دي بحطه موبيلة ركبت معاها وداني نيشان المعسكر الخاص ديالهم فاش دخلت لتمة كانوا معايا خمسة ديال الدراري اخرين وبنت ديكل وقيتها كانت تقاربا الساعة العشرة ديال الصباح حطينا حواجنا ارتاحينا شوية وجا عندنا واحد خونا جمعنا في واحد الساعة قلنا انتوما اللي كيني هنا وانتوما فرقة وحدة كل واحد فيكم باش كيمتاز هاتشي كلو غا دينتعرفوا في التدريبات انتوما كاملين اللي عمر ديالكم ما فيتش خمسة وعشرين سانة انتوما غا تكونوا في قط النخبة الوطنية اخطر التدخلات غيكونوا عندكم يقدر يجي الشي نهار اللي غا تواجهوا عصابات وتبادلوا القرطاص ويقدر يجي الشي نهار اللي غا تعرضوا في الاعلى نسبة ديالخاطر كنوا اكيد ان التدريبات اللي غدزوا منها تدريبات خاصة الانديباط هو المهم الفياق مع السادي الصباح اليوم ما غدين ترتاحوا وتقدروا الدول اللي تخرجوا باش تعارفوا على بعضياتكم ما نبغي تكونوا مفاهمين بيناتكم كتر من القياس واتيقوا في بعضياتكم وكل واحد يكون قد تيقها حيث مستقبالا خطأ بسيط من اي واحد فيكم ممكن يؤدي بالموت ديالكم كاملين ولا ديالواحد منصحابوا في الفرق اليوم اخر نهار لكم ممكن تخرجوا بغا المعسكرة تمانية ديالليل تكونوا هنا الناس ما تسعود يمكن لكم تمشيوا في علانة الخوة تخرجنا مجموعين من تمها كنا فبحالشي تكنها اسكرية ولكنها صغيرة ما فيهاش الناس بزاف تحركنا من تم مديرت كل واحد القهوة وقلسنا مجموعين وبدأنا كنت عارفوا هاد الناس اللي معايا والشباب اللي معايا كانوا كلهم مطلوقين وضحوكيين خاصة ديك البنت كانت ضحوكي بزاف البنت سميش هامريم الدريالول كان سمار واحد شوية سميشه ايوب الدريالاخرين كان ياسين يوسف عزيز وخاليد هاد خاليد بالضبط ما فيش كترة الهضرة انتي واقي بزاف تعارفنا كامليا لبعضياتنا وصراحة ارتاحيت معاهم خرجنا كان نظروا حتى لديك سستديا لاشية ورجعنا لديك التكانة ولا المقار كل واحد خلبيتو في بيوتنا كل واحد القال بسه غير بسه غده وفوق بلاصنا اي حاجة قد روحتاجوها قديت كل شي في ذاك المريو اللي يتمه وتكيت باش الناس الغد لي معايا ببوري كتتضربوا حد صفارة كتتسمع بالجهد قاسحة بزاف ما كتفحتك توقف على رجلك كل بيت عنده صفارة ديانه دك شي كان عندهم فيشكل خرجنا وكل واحد غسل وجهه في واحدة عروبينيات كينين تمه قبل ما نفطروا خاصنا نشربوا وبعضي الكيسان ديان لما ما عرفت السبب ديك الساعة سيد لي كان مكلف بنا قال لنا بلي هاد شي عنده منفعة كبيرة عليكم من بعد ما كان غسل وجهه هنا كان مشيو نجريو لمدة عشرين دقيقة بتيت فولي هاد شي مفاطرين موالو تكن سالي وجهه وكنجلسوا الفتره كان ارتاحوا لمدة ديال ثلاثين دقيقة وكان مضو نجريو تاني هاد المرة كان جريو ساعة بشوية لنا منوع الوقوف مني كان ساليو من الجرى كان دوزو عند واحد خونة وبالضبط هادا هو لي دوز لنا العذاب ديال بالصح فهاد المدة كاملة هاد خونة كان قاسح ولي غنطف شي حاجة كالجهد القانيشة لظهره تقريبا اربع شهور ديال العذاب والصراحة قدرت نفهم بلي البلان ديال اربعا ديال الكيسان ديال المقبل من غسله جهنة وقبل الفتر عنده واحد المنفاة كتيرا تقدروا تقلبوا على هذا البلان هذا وغا تلقوا بلي صحي من بعد التدريبات الجسدية تزنال التدريب على الاسلحة كافة الانواح كيفش تشارجي السلاح كيفش تحيي تزير الامان على السلاح كيفش تفيرتك السلاح وتعود جمعه وكيفش تيري بالسلاح وكيفش تدقق في التير ديالك دقق دققه نهار على نهار شهر على شهر دخلنا في واحد الحاجة اللي يسميها السلاح جات ما كيكون تدريب كي ديونا شي ضار بأسلحة فيهم القرطاس اللي كيكون مطاطي ولكن كان قاسح باش نديروش يتدخل على ذيك الدار تقريبا نجحنا بنسبة 990% في اللي خرجت واحد اللجنة من امريكا باش شوف الفارق دي النخبة الوطنية اللي هم احنا جاتهم عجب حيث كانت معنا بنت ولكن ديك البنت باش كانت كاتمتاز علينا كانت ماهرة في شي حاجة سميتة تفتح اي باب وخيكون مسدود اما يوسف كان في المقدمة بتدير عديانه انا كنكون من اموراه او عزيز من اموراه عاد ياسين وراه خالد عاد البنت مريم هي اخر واحدة هي اللي كاتحمينا من الله وفي نفس الوقت كاتحل الابواب الى مبغناشة نطيحهم بالقوة باش ميتسمع الصداع ديانه هاد خالد كان بحل فانكورو للجوكير الاحساب نوعية التدخل بعض المعات ما كيكونش مع الفرقه وكيرجع اللور بوحد المسافة اللي كبيرة وكيخدم بسلحة القناس بوحد الزوم اللي كيكون حراري هو اللي كيزودنا بشحل من واحد كينة في الداخل ديال الطار وفي كينين بالضبط ديك اللجنة فشافتنا حطتنا في اختبارات اللي كتكون قاسحة بزاف بحيث تتحطينا في واحد المنطقة اللي كبيرة كبيرة بزاف حطونا في قصع في مدين طانجة قالوا لنا بلي كين خمسة وعشرين واحد للداخل ديال القصع مسلحين وعرفنا من المعلومات بالقصع في خمستاشر بيت ومتكون من ثلاثة ديال الطبقات خمسة ديال الرجال كينين ينقدم الباب ديال البراء والباقي كين الداخل تعلمنا بلي احنا كانت عاملوا دابة مع عصابة وقالنا دابة تكلفوا وغيرونا كيف الشيء غدين تدخلوا وتفكوا ديال العصابة الإجرامية في ضرف تمانية ديال الطقيق تشافين المسؤول اللي تم وقال لي انت اللي بريتكا أحمد رأس هاد المهمة هادي وإلى نجحت وفضل الاختبار هذا فراء غد كنت هو رئيس ديال الفرقة داي كلهم حر كوريوصهم على أسألنا ومراضين نكون أنا في الأمام عرفت بلي دابة غد تكون عندي مسؤولية كبيرة بحيث أنك لكنت شاف ديال الشي فرقة فكأنك مسؤولة لها مسؤولة إلى ما تشي واحد فيها ديك تمني الدقيق اللي اعطاونا ما دخلش في الوقت ديال التخطيط غير بضع الوقت في اللحظة اللي غير نوصلوه فيها لأين المكان حطيت الخارطة ديال ديالك القصار فوق منوحة الطابلة وقفنا ضايرين بيها قلت لي هم ما غديش نتسرعوا بشوية علينا وإن شاء الله غدين نجحوا في الاختبار انت خليد غدي تتكلف أنك تكون سنايبر عن بعد بالزوم الحراري وتزودنا بالمعلومات أنا وياسين وعزيز ويوسف غدي ندخلوا من الباب بلا ما نديروا الحس المهمة ديالك انت يا مريم وأيوب غدي نتصفيوها لدو كل كينين في الجردة كاملين وبلا ما نديروا الحس أنا عارب بلي المهمة صعبة ولكن أنا أتيق فيكم وإلا قدرتوا متيريش والقرطاس غيكون أحسن كل شي وافق على الخطة مباشرنا في الطريق دوك اللي غيكونوا لداخل الإخوان في القصر عندهم سلاح ولكن قرطاس مطاطي حتى ديك تبقى غير مهمة بحلق الجود جريبية ومثلين بأنه معي صابة من 25 فاط ولكن سلاح المطاطي براسو رقاصح زائد إلى هادو ما قدناش عليهم فراهم ما غدش نجحوا في المهمة قاربنا لعين المكان الاختبار كان صعيب والوقت كان قليل بقتلنا شي 500 متر وإحنا اللور ديالقصر خدمت الوقت في ديالكورونو وخاليد مش هشد بلاستو فوق واحد شجرة كينة أمه كانت شجرة كبيرة وعريضة حريك يدو علامة باللي رحصة في شاد بلاستو مزيان وإحنا زربنا حتى وصلنا لعند الحيط ديالقصر لاحظنا أن القصر ما فيش كاميرات على بارة قلينا خليد باللي كينين سبعة في الجاردة وخمسة قدام الباب والخوارين غام فارقين في البيوت بدينا داوين بيناتنا كانت واصلوا بالأجهزة ديالنا قلت ليهم مريم أيوب واحد فيكم يبقى هنا واحد يمشي من الجارة أخرى قضيوا الغارات نقزوا الصور من الجب ياسين ويوصف وعزيز أجيوا معايا دوا معايا خاليد وقال لي ياه رخصت في ذا دابا حيث وقيلة غير دخلو تدوكلي على بارة حركتي تديل درايلي معايا وزنال قدام طليت من الجنب وبانولياع عطي النبطة قلت ليهم غنقصدوهم بشوية حتى نوصلوه كل واحد يشدو واحد يزيرو بيديهم زيان ما يخليش يدير شي صوت حتى يخلقوه يغيب إلا شي واحد ضارو تتغفل تيري فيه بالقرد أصل مطاطي ديري كتاه لجيت كتافو تقدمنا شوية بننقاربنا ليهم بحل شي واحد فيهم حس بشوية دي الحس بغير دور تيريت فيه ديري كتاه الاخرين ضغير زيارناهم بيدينا طيحناهم فلرد وبقينا مزيارين عليهم حتى غيبوا ضغنا على الحيط الاخور وقيت ايوب ومريم طيحين جوش قلت ليهم مزيان ايوب ياسين دخلو من الباب لي على الجنب اللي بقى لكم قدامكم قرطة صفر جلو اللي كتفو ولي ديانو وديرو لالمينو وحيدو محدى السلاح سرحونا الطريق احنا تابعينكم سبقونا بجوجهم كنت عارب اللي غينجحوا بالزربة وفعلا نجحوا نقزوا على واحد الحوية وحلوا لنا الباب هاتشي تقريبا غدا ازف ضغف اربع ديالتقيق يعني ذاك شي بالزربة ما كان وقفوش غير انا كنعود لكم بالتفاصيل دخلنا مع ذاك الباب وبننا وحددوش قدامنا طلعنا معاهم حتى كمناهم وتفرقنا الجوج ديال المجموعات الى البيوتة اللي بان اللي ما كان فوتوش فيه جوج ديال الطلقات ديال الرصاص حتى بقونا ثلاثة كينيف بيج واحد واللي كان معاهم هو اللي واخد الضوغ ديال انه يكون رئيس كانت بقى النا دقيقة اعطتي اشارة للمريم وبدأت مضاربة مع الباب اللي كان مستود تحلاتو بشوية لحت مندك الجنب ديال الباب قنبلة دخانية كتسمى سموك بومب وعود لاح يوسف وحد اخر ركبنا اللي ماسك ديالنا بالزربة غير هبطناهم حد رجاء كانوا جي تجيبها ديالنا ودخلنا نقوم بولا ما خلتهم مش طبعا يشوفوه اما احنا النظارات اللي دايرين خلونا نشوفوه قراطيناهم بالخف حيدنا لهم الاسلحة اللي عندهم وخرجناهم بالما ينعط وهنا كنكونوا نجحنا في المهمة فاشخرجناه وكان اللجنة كانت تسنافينا كل شي صفق لينا واحد اخونا امريكي طلع الوقت بين يديه وقال لنا بقتلكم عشر ديال التواني نجح تشوفوه المهمة باكلنا بزاف وتحطت قدمنا واحد الورقة باش نسني ولاة هاد الورقة فيها بلي غنب دول خدمة علمونا بلي ما خاص حتى شي معلومة تخرج لاننا ضمن القوات الخاصة وبالضبط في قط النخبة يعني باختصار حتى من عائلاتنا خاصة تكون عارفة ناخد دامين في الشرطة فقط وافقنا طبعا على الشرط اللي بغاو وسنينا على الورقة وكنا غنبداو الخدمة بعد سيمانة هاد سيمانة بالضبط عندو زوم على عائلات ديالنا عاد غنشدو الطريقة للطانجة وتم ما غنبداو ارجعنا للمقار الليولاني ديالنجة ما نحويجنا خلينا اللبصة رسمية امه ولكن سلاح والمينوطة من ده بغسنا نولي ونهزوه معانا تخصك تكون قد بسلاح اللي عندك وتعرف كيفش تكون مسؤولة ليه سلاح برعا صورة مسؤولية كبيرة كل واحد فينا مشى عند والدي ولي عائلته انا مشيت لعند الوالد دوزت ما ديك السيمانة غيضحكو ناشاط قلت لي بليراني ترسمت شرطة فطانجة حتى هو محكرش معي فاش خدام بالضابط وشنو كديرو كده مسؤولش ديك السيمانة وتسالمت مع الواليد وجه الطرونسبور اللي غايد دينا جحت تلقى الدم الضار طلعت ولقيت دريريني تتمة شدينا الطريق ووصلنا للبلاصة بعد مدة اللي كانت مقصيراش فاش وصلنا لتمة دخلنا لواحد المقار ارتاحينا جاو احد المسؤول قالينا وش بغيت وضار كبيرة لتجمعوا فيها كاملين ولكل واحد يكون بوحده هلت قريبا ندري ووافقنا نكونوا مجموعين ولكن حاجة عادية يا مريم ما تكونش معانا اعطاوها ضار قريبة للبلاصة اللي احنا فيها مشينا ديرك اللي قدار ارتاحينا فهم زيان كانت مجهزة وفعل فراش والغد اللي قصدنا احد تاني المقار لبسنا اللبسة طبعا مشي كاملة حيث ما كنحتشي مهمة ولكن بما انني انا اللي اصلف القفرة عندي تواصل دائم مع الضباط الكبار حيث هم اللي كيديروا البحث وكل شي وحنا كيبقى لنا غير نحطوا الخطة ديانا وانتدخلوا فقط دو وزنات قريبا شهار وحنا غير في المقار جالسينو كانترينو يوميا على كل شي حتى جاني اتصال فيه معلومة لاننا عندنا مهمة من هنا السيمانة ولكن في المدة اللي من قبلها السيمانة باش تكون المهمة خاصنا نمشي ونراقبو ديك المنطقة مزيان ديرت ما ادراري انني غادي نمشي نكري قريب لديك البلازة باش ندر السماء مزيان ونعرف ادق التفاصيل ودك شي اللي كان اعطوني بلاصة فين دو وز ديك السيمانة كنت كان دو وز نهار كامل قلس رمع الشراف اللي كيقلسوا احدى الجوامع واحدى الحوانت كيل ابو ضاما ومجمعين وكلي كيل ابو الكارطة كلي اسكري متقاعد وكلي بناي طاحت عليه شي مادرية كنت كان اخذوا من عندهم معلومات كتيرة بحل هادو رحى ارشيف ديال المعلومات هاد الناس هم اللي اقدام في هاد المنطقة هادى وتقريبا الموضوع اللي كانوا كيدوو فيه بزاف كلهم كانوا كيشكيوا من واحد المجموعة اللي في كل مرة كيجيوا الهناو كينوضوها وكيضربهم مالي الحوانت باش يضوروا معاهم على الشكلة الحماية كيجيوا لهاد المنطقة كيضربهم مالي الحوانت تياخدهم من عند كل واحد اراثيون او الصرف اللي خاصهم وكيقولوا لي بليرا هوا محامينو مش مكرية واحدين اخرين علما انهم هوا مش مكرية الواحدين هنا ولا العصابة الوحيدة هنا نار السادس ليه تم يعني انهار قبل لما نمشي لعن الدرير والنفده المهمة كنت كانت مشى فو حد دريبة خاوية غادي عادي هتوقف عليا وحد الشمكاء ما عرفش كيف هشتوقف عليا ما سمعتش الحس ديالوقاه حطلي فردي فراصي اذا ما كيش اللعب هنا سمعت وقال لي شكنت بقيت كان شوفي مدويتش جبت البسطهم ديالي من جيبي قلبه مزيان القوحة البطاقة ديال دي اس دي عاد هبط صلاح ديالو وراني البطاقة ديالو قل لي شكت ديرنا قل لي عندي مهمة حتى انا باش نهضيت حركات ديال الرئيس ديال المجموعة اللي هنا وعرفت باللي راه كان ذاك الرئيس في دارو ريدوز يومين وغيرجع الاسبانيا اللي هي مسقط رأس ديال العصابة ديالو هادولي هنا مجموعة غير يخدمينه مع ذاك العصابة قل لي واخا اعلمني باي جديد كين انا غدغن مشي باش نوصل لها ذا المعلومة قل لي امزيان يعني هو من ان اليومين غدي تشت قبل ما يمشي قل لي اه قل لي امزيان بونك وغاش في الخدمة ديالك مش اخونا ولكن انا بقيتش مقاوص ما تقتش فيه بقيت تابعو من الله نبايد عليها ولكن تابعو بلا ما يشوفني ودك شي اللي فكرت فيه هو اللي طعا دخلوا واحد الفيلة هاد الفيلة كيتجمعو فيها دك اخوتنا بزاف مما يعني ان رائز ديالو مكين تم اخونا خدام معا وهدش يعني ان وضلع عصابة هادية ضابطة امورها اللقطة اللي حط عليها السلاح وشف شو مزيان لمدة ديالي اللي يدوز هنا راقبت جاء الناس ديال هنا هدخونا هادا ببعده اللي مكتش كان قدره نراقبه كيبان او كيغبر ولكن دا بتأكتم زيان اول حاجة درت يا عيط لرائز ديالنا اخطي شو المعلومات كاملة اللي عرفت وعطاني الموافقة باش نتدخل رجعت للمقار ودويش مع الدراري باش يلبسوه دكش ديالو كل شي كان واجد في ضرف اربعة ديال دقيق اركبنا في السيارة ديالنا ومديل عيطات ديالنا انا مكتش لابس اللبصة راسمية ديالي كنت سيفيل لكن دير الواقع ديال راساس تحت من حواجي طموبيلة اللي فيها انا سبقات طموبيلة الاخرين لديك البلاصة البلاصة اش بعيد وهبطت انا سيفيل كانت بشعادي بحالة كانت السيركل فاشقربت لديك الفيلة غيبالي يدك اخونا اللي وقف عليها وقال ليها بليتها ووف مهمة واقف حدو حد الحيط كيش كيف جيت لي من اللورة زيرتوا بيت ديال وجاريتو منمور الحيط اول حاجة درت يمشيت بيت دي حيت لي السلح من جيت ظهروا درت لي المينوت غيبتوا بالزر ما ما خلتش حتين طق بضربة واحدة تواصلت مع المجموعة بش يدوروا الفيلة كاملة وكيواصلوا السيارات ديالنا ودوروا الفيلة وبديت كنقارب انا وخام كنا جديري الحس اخونا ما عرفتش كيف اشعاقوا بينا نات القوطاس بينا وبينهم قلت الخالد خويل قانت وطلع الشيس تحت ضيور قريبا ديك الفيلة انا غنكوفر عليك بديت كن تيري تقريبا تير لي غيكون عشوائي غير باش نخرب اقوم بينما اعطيت دقيقات الخالد بش يشد البوزيسون دياله وفعلا مش اطلع الوحدة بقيت امكاني لي بذلك القوطاس العشوائي جيت لجيت الطموبيلات ديريكت لبست لبس ديالي بالخف كنا مخبين من المور البيبان ديال الطموبيلات القوطاس كان كيجينا من جيت شراجم ديال ديك الفيلة وحتى من جيت الصور دياله اول اشارة عطيت الدرية اللوحو القنابل الدخانية بذلك اللوحو فيها بكترة جناب الصور والداخل ديال الصور اللي كنت ولا مضبب بدوك القنابل ديرنا لماسك ديالنا اخوتنا لي كتيري وبالحسب ديال العينية غادي يكونوا ما بين 11 حتى الـ 14 الحسب كان بين اما رائز دياله فغايكون مخبي للداخل انا عارب اللي بحلد انه هذا ديال الرؤاساء والمراقبة ديال لدى المنطقة هدي غادي يكونوا مع ثلاثة حتى الاربع ديال الرجال اللي غايحميوه صفتي يوصف ايوب بشي نقزوا من الله ويدخلوا مسلتين الداخل احنا غادي نكتو القرطاز ديالنا بشي رجال اللي كي تيريوا فينا يركزوا معانا هم يدواش في الجوج اللي غايد خلوهم الله اعطيت مهمة الدائل اللي مهاي بشي يلوحوا القنابل المسيلة للدموع كن اكيد هين يكون يفك غدين يتفرعوا وما تبقاش قادر توقف خصا لما كانش عندك خبرة ما هدى النوع ديال اسلحة رامي دياله القنابل المسيلة للدموع كان موفق ايو احد كان قريب للصور تحكي ترك الفلغد صف جو ديال الدراري تكلفوا انه وما ينطوا هدوك من حد الدخان ما نخليش الاخرين يعرفوا فين يتيريوا وطبعا احنا تيرينا بزاف بشي نشتو التركيز دياله الاعضاء دياله العصابة بزاف منهم ده بتزيروا وثمانطو الشي اللي خلل لنا بعض الحماية حتى ندخلوا لداخل ديال الطاع طبعا فرعنا الباب بالجاد ديالك تمين غادي لجهة الدروج طالعي للطابق التاني من كان يجي القرطاس حتى طاح واحد من فوق ديال الدروج جيتنا هزيت عينية بلية خاليت ومانطناه ودخلنا للبلاصة قاس ديالبلاصة فين كيكون رئيس القناهو الاعضاء اللي ما هزين يديهم شديناهم كاملين دياله اللي ما ينطم خرجناهم من تم كل شي تشد هناك نكونوا ضووزنا اول عملية بنجاح كبير بلا ما يتصاب بتاشي واحد فينا وبلا ما يموت بتاشي واحد في العصابة كلهم تحكموا بخمسة وعشرين سانة للفوق احنا رجعنا للمقار حيدنا اللبسة اغتاحينا واحد اليومين وخرجنا في واحد المهمة ميدانية على بعض سيفيل بحل بوليس العاديين كنظروا في الطريق في حال المنطقة اللي وجهونا لها المعلومات اللي كانوا عندك يقولوا انه اي حاجة موريبة بانت لكم ركزوا فيها وحقوا مع الشخص اللي بان لكم في شكل بدينا كنت تسركلوا احنا مفرقين جوجوج تقريبا في ذاك الزنقة اللي كانوا نركزوا اليها رضيت البال بعد شي خمسة عشر دقيقة دي المشي ولواحد اخونا لي داز من احداه كيلو حلي فلوس بحل كيطلب اخونا دي راسو كيطلب كيدو الشي واحد كيلو حلي الفلوس كيفوتوب واحد شوية ودك اللي لاح الفلوس كيمشي كيهز واحد اللعيبة من واحد الشب كد يلز بالبوبال وكيمشي كيكمل طريقه دورت عيني يام زيان علمت الدعيب اللي غندوروه حد المروج دي المخدرات طبعا هد المروج هذا ما كينش ببوعده غش كونت زنقة في اعضاء معاه كل وعده فين واقفه حاضي ما خصدش نديرو الشبهات باش ميهربش شي واحد قلت لياسين دوز من تمه هز ديك سلا وهرب كون اكيد غديبانو دوك اللي خدامين مع المروج حيث غديتبعوك كاملين احنا غنكونوا عارفين شنو غنديروه من بعد غنشدهم ضغيها الخطة كانت محكومة مزيان ودك شي اللي كان ده زياسين كيتمشى وكيصفر حتى لحد ديك سلا وهي كمش فيها وهرب تبعوه سبعة في الأول كان يحسب لي غايكونوش يجوج ولا ثلاثة ولكن السبعة عدد كبير كلهم تبعوه حتى دك اللي كان كيطلب اللي هو المروج جمع الفلوس اللي عندو وتبعوه تبعناهم احنا من الله تعليمات اللي معطيين الياسين هي انو يجرهم لاصل يتكون بعيدة على الناس تفادي الاصابات ديالناس ما تعرف خوتنا يكونوا مسلحين شدوا ياسين طبعا في المنطقة اللي احنا بغينا بدهم طايف معهم تدخلنا احنا وفرتكناهم مفهموا اتشي لعبة واحد فيهم هرب لينا تبعاتوا مريم وتوجهت تابعة حتى لوحد الوقيتها كان سمع القرطاس وصلت البلاسة ورقيت مريم هي اللي تيرات فخونا في رجليه حيث كان تحت منه السلاح يالله جبدو كان بي تيري فاسة بقتل القرطاسة مش هنا ديرك شمين طناع وتسنين اسعاف جي الدوهو البوليس العاديين هم اللي تكلفوا بالامور كاملة احنا رجعنا المقار ديالنا دو وزنت قريبا في طنجا شهرين كان الاجرام تمه كتير ولكن في ذيك شهرين بدك ينقص دقة دقة كان اللي حشي شواء العملاق ديال الاجرام تمه لعصابات مني شافوا ريوسهم كيطيحوا واحد من موغلاخوا وبدت كددخل معهم سخونية وفو حد نرجتني اابل هاد الابل مفادوها ان نخصنا ناخد عطلة ديالسيمان نرتاحوا فيها وفعل عندك شي اللي كان ماشينا نرتاحوا ماشيت هنا عند الوالد وستمعها الوقت كان فرحان بيها من بعد ماشي نزرنا القبرة ديال الوالدة طرح منا عليها ورجعنا للدار في النهار التاني ديال راحة ديالي وصلتني واحد الابل باش نرجع على الطانجا ودابا وعرفت بليخصني ماشي الوالدو خرجت بشي تديركت اللي جيت للمطار تلاقيش مع الدراري اللي كانوا حتى هما مفاهمين وانو ومعارفين شنوا واقع واحد كان كيتسنا فينا ودخلنا مع المطار حتى الطائرة الخاصة ركبنا فيها وقلعت بسرعة وصلنا من حططنا الطائرة قصدنا ديركت المقار وصلنا لي وقلسنا تماما وكان يروينا نايدا من بعد عد فهمت بلي بنت واحد منه هو أساء دي المقار والضباط اللي عندهم قراد عالي تخطفات لي بنته هنا فطانجا بالضبط فاش كانوا كيدوزوا العطلة ديالهم قلس معانا واحد من بعد من دو كلي شاف القبعة فهمت بلي هو ببت البنت قالي نام بغيت والو بغيت غاب بنتي ترجع لي يا سالمة واي حاجة تبغيوها نحضر عليكم دوت مع الفارق وخارين بش يعطوني قال معلومات لي عارفين على المختطفين وعرفت من ببت البنت بلي جات تي صالة وطلب منه واحد من الاعضاء دي المختطفين انه يجيب ليهم اربعة مئة مليون لواحد المصنع مهجور كين في جناب ديالطانجا ويجيب ببعده ولغت موت البنت هذه المعلومات اللي اخديت من هاد الاب اما المعلومات اللي اخديت من هاد الاعضاء اللي في فارق وخارين عرفت من واحد منهم انه وصلت واحد نقنيقة من واحد عاونت السلطة بلي البنت رمح بوصف واحد وبلي العصابة المكلفة بدل الاختطاف هادا هي نفسها واحد العصابة نفدت بزاف دي اللي هاجمت على شي ابنك في اسبانيا ومن اسبانيا دخلوا للمغرب هنا وبدوا في النشاط الاجرامي ديالهم في اللحظة اللي كانت ووفيها وكان عرف هاد شي كامل دخلوا واحد جوج بين هاليهم ومعهم واحد ضابطة مغريبة سنعرفوا منه بلي هاد القور هادو من واحد الفرقاء ديال التدخل السريع في اسبانيا جاوا خاصة المغرب باش يتحدوا معنا باش نطيحوه هاد العصابة هادى ورون الادن على التدخل هادا هنه نضو حد الخلاف هاد ناس اللي جيين من اسبانيا بغوا هادو كي تشدوا وديهم معهم يتحاكموا في اسبانيا وليك اللي مغاربة بلا بغواهم يتحاكموا في المغرب في اللخر تتعفقوا بيناتهم ورعا ساء القبعة ما عرفتش لاش تتعفقوا ولكن اللي مهم تفاهموا احنا بكنا في المقار حتى تعطاونا التعليمات باش نداهموا واحد ضار اللي جات في الخلاء على حسب المعلومات اللي عندنا تمفين محبوسة لبنت خرجنا كاملين مجموعين وقادين في الطريق من مورانا قافلة دي السيارات دي الشرطة وصلنا لدك المكان وطوقناه كامل كان ضايرين بيش شجارات دي الزيتون حتى هما طوقناهم وكي قربنا لدك الدار بده القرطاس كي يتير من الشراج مدياله تخبينا كاملين من المرطو موبيلات حبسوهما القرطاس وماكي تحرك شي واحد فينا ولو خطوه وحدكي بده القرطاس كامل عليه كيرجع يتخبه المشكل انه هاد القرطاس اللي كان كي يتيره كان كي يتيره بشكل عمودي يعني قرطاس في خط واحد ماشي كل قرطاسة في بلاسة شي اللي كيعني انه ماشي بنادم لكي يتيري قلت لي امتشي واحد ما يتحرك هزيت واحد الحديدة ونحتها قريبة من الباب وبدأ القرطاس عودتاني كي يتيره كي يبقى لمدة خمسة ثواني وكي يحبس قلت لي مواخر غنجيبوا دارة وندخلوا من اللور ركبنا لي ماسك دينا المسائل دينا كاملين هزينا الدروع دينا نقصنا واحد الصورة ضاير بديك الدار من اللورة ودخلنا وهنا كانت الصدمة ومين دخلنا للدار كانت الصدمة البنت كانت قريبة تخنق مربوطة مزيان وملبسينها قنبلة غنعرفوا من بعد بلي القرطاس كي يجي من واحد الآلات اللي فين ما كي يحسوا بشي حركة قريبة الطهرة من اللي قدام كي بدوية تلقوا القرطاس عرفنا بلي خدامين بالضو فقط عن الضوة باش نتجنبوا اي اقتراب لينالدوك الآلات تحيدنا لي ماسك ركبت البنت الأكسيجين اللي كانت مربوطة بها قنبلة من شوف اللولة فهمت ان هاد القنبلة هادي اي حركة ماشية هاديك غتخليها تنفاجعة وغترد الجسد دي البنت كفتها فاتصلنا ديركت بالفرقة المتخصصة بالمتفجرات هم اللي تكلفوا وجعوا خمسة وعبعين دقيقة اللي اخذات من الوقت ديالهم حتى فقو ديك القنبلة قنبلة كانت ضائرة كاملة بقنابل من نعصي فور بطلوا لعمل ديالها وهكا كتكون المهمة التانية تمت بناجح ولكن مش كيف محنا بغينا حيتي باقي مش دينات العصابة هنا غيجينا واحد الامر من جهة عليا ان دوك الاسبانيين هم اللي غيتكلفوا باش يلقيوا القبض على هادوك ما كان بيدين من ديرو خمك مناش باغين الجهد ديالنا مشاف الخواء ولكن ما عدنا من ديرو الاقل اعتقنا البنت غنعرفوا بعد مدة اللي الاسبانيين قدروا يلقيوا القبض على ذوك العصابة تحكموا الاعضاء ذيالذي العصابة بتلتاشر سانة الواحد هاد المهمة ولا هاد المهمة تعرفوا واحد شعبية كبيرة طبعا ما تعرفنا شحنا شخصيا باللي راحنا لينفدنا المهمة ارتاحينا شوية وفي الوقتها ديال الفجر جاني اتصار من واحد النمر بريفي بكتش عارف ديال من وعادة ما كان جاوبش ولكن هاد المهمة جاوبت ما عرفتش علاش فجاوبت سمعت واحد الصوت من اللي اول فهمت باللي راه من فيلتري بالشي اللي مخلي الصوت الاصلي مبدل داك الصوت قال لي يا انتو من اللي قلبتو علينا من النهار دخلتو لديك المدينة ضيعتونا بزاف قسرنا بزاف شوف واقعينا نسيتي ما تسولش فبك الوالد ديال كرا معنا هنا تسرحت بالسبان فاقوا الدراري كاملي اللي معايا قطع علي اخونا وصفت لي فيديو ديال الوالد الوالد ديالي كان مهلوق بلاصة فهنا نفضل بريود ما تسولش فيه من فوقي اللي عيني هو كالقتل ديال لاصة بديش كانت تريعت فبلاسي دايكي حاولو كالميوني صوني الديركش على عبدالله اللي هو عائزي القوات ديال التدخل السريع عاوتلي اللي كانوا قال لي يا اجيوا داب المقار وفعلا مشينا وكانا كيت سنا فينا عادت شو داكش اللي عارف كامل مشوش اعضاء باش عينوا المكان اللي سكن فيه الوالد فين كانت الدار ديالنا بريتنا مشي معهم ما خلونيش في اللول ولكن زيارتهم وخلوني مشينا في الزربة في طائرة خاصة الاجادية بعد ما اخضوا الموافقة باش يعينوا المكان اللي راحتم من عند الامن ديال مدينة الاجادية وصنلت الموطة وقود دار كاملة حليت ليهم الباب وجدت الشرطة العلمية والتقنية كيقلبوا لأبسط دلائل انا عارف الوالد ضروري يخلي لي شيء علامة دخلت البيت يولول بل يا الماريو ديالي محلول ومرون بشيش كنقلب في ذاك الماريو انا عارف باللي وسط من حوا يجي في الماريو كيني شي شرائح ديال جي بي اس كنت شريتهم حتياطيا الوالد كان شافهم في واحد النهار حيث كان كيجي مأف البيت من المرايو وسول عليهم وقلت لي غالجي بي اس من دوك الشرائح نقصة وحدة الوالد ديالي هسا علمت دوك اللي مهايب البلان كامل وجو حدقونت داني بالطمو بلا عند الفارق ديالامن المعلوميات اللي خدامين طبعا مع الدولة دخلت الواحد بيرو عنده واحد وقال لي يا وش عندك السيري ديال الجي بي اس كتل راني يكاتبوا في واحد الواقع جبت طلب اصدامو جبت تالي وعطيته النوع دي الجي بي اس اللي شريت ومنين شريتها تواصل مع الشركة المصنعة هما اللي عطاونا المينطقة في كين الجي بي اس بالضبط ولا البياسة بغوي تحركوا رجال وبريد نتحرك معهم ولكن منعوني ما خلونيش نكون مع الفارقة بش منتهوش وندير شي حاجة ما هياش نبقي تلاسق فيهم بش نكون معهم بقيت مني منك حتى وافق رائسة بش نمشي البلاصة فين كانت الجي بي اس كانت واحد البلاصة هنانيس في اقادير ووجدنا احنا الدراء ومشينا في الطريقة وصلنا لديك المينطقة قبل ما نديرو الحس خدمنا المينطقة الحرارة والقينا باللي كينا واحد الكاف في الدار اللي انفاس معنا خدمنا واحد المينطقة كيرصد الحركة اللي كينا منموع الجدراء للداخل دوننا بزاب دي الناس كينينا وسط من ديك الدار شي قلس شي واقف والاسلحة في يد ديو الدار كانت كتشبه الفيرما باش نعطيكم التدقيق الصعر دياله عالي واحد شوية وكبيرة نقصنا الصعر كاملين ديك السعاد لام الحال كنا لابسي اللي كحل ما كان بانوش كانت مشروب شوية اول فكرة في دماغي انو الواليد لا كان محبوس في شي بلاصة فرد يكون فلاكاف لتحت وقفنا وخدمت الدون لي جايبين معانا تأكت انو السطح ما فيه تشي واحد ضورتها بالطار كاملة شي شراجم كانو كيبانو لتحت ديال الطار كي طلوع لالا كاب بقيت كنضور في الدون خدمت فيها المستشعير الحراري بيلياب لكن شخص واحد لتحت فلاكاف رجعت الدون بالزربة وتوجهنا لجهة الدار لداخل الرجال ضوروا الدار ودخلوا علياه هجوم مباشر بيش يكون سريع بيش تشي واحد ما يهبط ويقتل الواليد ولا شي العيبة خصنا ما نعطيهمش الوقت تزيروا فعلا ولكن واحد فيهم هرب برضيت البال لي هرب حيط كنت حاضي الباب ديال لاكاف هبط لتحت ديال لاكاف وهبط تابعوا كان هدا هو رئيس كبير دياله هاز السلاح على رأس ديال الواليد لي كله اصابات تخلنا ربع ديالرجال عليها اما الاخرين تكلفوا انهم يمينطوا الاعضاء للفوق صابوا شي رجال فينا وماتوا شي وحدين فيهم هنا حارك تيدي بغيت نحط السلاح قلت لي اطلق من السيد قل لي انتم اللي شديتوا لي يا ولدي قلت لي رأى ولدك هو اللي كان داخل مع المافيا قل لي اه مع المافيا ولكن احنا عدنا اتفاق باش ما يتشدش قلت لي شوف خدمتنا كنديروها التدابة ما كنتش شي مشكل لا توحش دين ديوك عندو التوانس نتويه قل لي اكتضحك عليها غتزيد خطوة غنفرش خلبك رأسه انا كندوي معها جيت قرطاصة في الكتف ديال الواليد السيد فقط توازن دياله وفلت لي الواليد من يده تلاحيت على اخونا والاول شديت لي السلاح شديت لي السلاح والاول قراطيته ولكن خرجت وحد القرطاصة حيت لي السلاح وطيحت وفلار درت لي المينوت ويلا وقفت وانا انطيح عذا عرفت بلي جيتني قرطاصة فلو في خط ديالي من كتم ضارب معه السلاح ماشي شي اصابة اللي خيبة بزاف بقيت متكي تواصلت مع خالد الشرجم اللي كان فلاكاف ولي استعملو خالد بشي تيري كتلي فكرة داكية وخط صاب الواليد قل يسمح لي والكنارة رؤية ما كانتش واضحة كتلي بلاكس جيت الواليد اصابة ولكن ركبان باخع ماشي مشكل دول الواليد لصبيطها وعاونوني بش نخرج من تما وهما غادين بيا بديت كنسمع شي صوت فشكل بحل شي هاجر كتسني جاريت واحد من الدرية وانا كان عراج وكان قارب من الصوت وقفت في واحد القنت تحضر الدرية از واحد الزربية تحت منها لقينا واحد الحفرة الحفرة وسط منها كان قنبولة والوقت اللي فيها كان خمسة عشر تانية عدات رودت بالجهد باللي كان قنبولة هنا وكل شخص يخوش الدرية اضعقه بزاف هزيت انا القنبولة وبديت كنجري بيها وخمع طب فرجلي قربت للشارجم لك يطل لوحد الخلق وشيرت بيها بعدت شوية ولكن انفاجرات حسيت بودني تصمكو وجاتني الدوخة طحت فلرد وفقت الوعي فشحليت عينيها فقط في السبيطة يديك اضعني بزاف الوليد دخل عندي وكانوا دير لي الفاصمة على كتفه كامل قل لي على اسلامتك والدي دخل واحد طبيب وقل لي على اسلامتك عندك شق بسيط في اليد ديالك والضرب اللي في رجليك فرصتي عليها بزاف ولكن قدرنا اننا نعانجوها بعد شهر يمكنك تكون بصحة بجيدة شكارتو دخلوا عندي الدي كاملين ومريم مش الوليد ارتاح في الشامبر اللي قلز فيه بقيت داويم هدريح تدخل رئيس الكبير هلنقني على العمل البطولي اللي درت حيت كانوا بوليس كتار وسط منطر كون انفاجرات القنبولة كانوا غيت ادعو تحيدة ديالي لهي اللي عتقت بزاف ديال الارواح قال ياخد لك الراحة ديالك في العينة حتى تتبر على خاطرك شكارتو دوز يومين في السبيطة ومشي تنكمل النقاها ديالي في الضار قلت الواليد خاصنا نتحولوا من هنا جاتو صعيبة بزاف فالول ولكن قبل وبعد الضار شيرينا دار وحدا خوافطان جافحي يراقي بعد شهر ونصد قريبة لتحقت بالدراري وبديت الخدمة عادي غيبا لكم بلي الحكاية ديالي هنا سافرها غتكمل بيا خير درنا اعمال بطولية وغدي نكملوا حياتنا كابطال ولكن ما كانش على بالي بلي وحد المهمة غدي ندوزوها من اصعب المهام ضربت قريبا في الخدمة شي اربعة شهور حتى الست شهور معا قلتش بالضبط فاش غايجينا امر بالالتحاق بالمقارض يلا دي استفارة باطة على وجه السرعة جمعين احنا داي كاملين وتحركنا لتمة كندخلو قلقوا واحد الضابط رتبة ديالو عالية بزاف كيت سننا في واحد البيرو قلسنا قدامو احنا كاملين عزل مريم وقال لي خرجي من البيرو حتى نسالي مع الضباط خرجات مريم من البيرو جمعين احنا الدراري وقال لينا ثلاثة ديالو عناصي خاطرة بزاف مجرمين من طيراز الول والعيان فيهم دوز العسكر المشكل انهم مسلحين بثلاثة هربوا من السجن المركزي ديال القناطة جاوشي اخبار بانهم دخلوا للغابة ديال المعمورة بسلاح ايدوها اللي غارديان ديال السجن المهمة ديالكم بعيدة شوية لنوعية المهمة اللي كنتو قد دوزو بغيت الالقاء ديالو القبض على دوزو ثلاثة بغيتش نصيف مجموعة اللي كبيرة كنظنتو مكافيين قدرنا نحددو بالهيليكوب بطيارة اخر من طاقة كانو في دوزو جانا بتلاتة السجيلو لغاسميشو محمد المنياري غاسكري سابق خدم في الترويج المخدرات والتهريب ديالها بالمغرب واسبانيا وش دول في افريقيا ونقب بالفاس عندو صوابق كثيرة منهم روح فيتلي قتل والصارقة الاشكال والانواع اما التاني فهو معروف بالسوداني تشد في قدية ديال بيع الاعضاء البشرية عندو تاوي شي صوابق في الصارقة كذلك فاش كان صغير تاوي مجرم خاطر تالت ملقبينو بالفلوس هذا صغير منهم في السن ولكن هاتش مكي حدش من الخطوة دياله محترفة في الحلان ديال اللي بيبان وديال القارجات شفارة متخصص في صارقة ديب عندو صوابق في الضرب الجح والصارقة بثلاثة بهم هربوه هاتي 24 ساعة اخر خبار جاتنا من شي ساكينا قرب من الغابة ديال المعمورة هي انهم شفو ثلاثة بنص المواصفات الهليكوبتر ديالنا حومت محتايات فديتكتاتوا أحد البقايا ديال النار ديال العافية شلي كيدول انهم كينين وسط من الغابة موما راتكون ما سهلاش حاصرنا ديك المينطقة فين هما كينين كندون بليرا ما عارفين اتش مراتش قادروا يخرجوا منها المينطقة غا كبيرة تريدكم تدخلون توم عندهم وتشدوه غاتلقوا اللي يوصلكم تلتمة وتلقوا شي رجال كيتسنوكم ويزودوكم بقاعدة كشي اللي خاصكم بتوفيق في المهمة متمنى متخيبوش تضن ديالي بتلي كون هان يشاف خرجنا كاملين بينا قموبيل كانت كتسننا لتحت ركبنا فيها ومشي نديرك لجيهة القنيطعة تخلنا اللي مدينة تلقينا معشي رجال واحدين اخرين وكملنا الطريقة لجيهة الغابة غابة المعمورة المساحة ديالها 880 ألف هكتار 123 ألف هكتار كل هذه الغابة كينة في جناب القنيطعة وستيدي سليمان وستيدي قاسم غابة اللي كبيرة كالتعدي اكبر غابة في المغرب بعد مد وصلنا للمنطقة لقينا رجال كيتسنوا في الغابة في الدخلة ديالها دخلوا معنا رجال حتى للمنطقة المحددة وقال لنا واحد ارهنا في كينين ثلاثة المنطقة كبيرة ارهو مخبين اردوا لبا لاريوسكو لبسنا اللباسي ديالنا وش دينا السلاح بحال دنوع ديال المهمات ما كيبريش ديك استراتيجية اللي كنا كنخدموا بها لعدو ديالنا دبارة كيتسن فينا ومشي عدو عادي ثلاثة ديال المدربين ومسلحين اسلحة اللي شفهم اللي قارديان مش دينا الطريق بعد مدة خمسة واربعين دقيقة ديال لمشي حسينة بلي راح نغيف دوامة غادي نصافي صدي الهليكوبتر اللي كانت الفوق ولا ديرنا الإزعاش كندور عينينا فقع القناة ولكن ما كيبلينا والو الشي اللي خلنا نقاسمنا ونقوم نتاصلين بعض ديالنا تقسمنا لجوج ديال المجموعات ومشطنا المنطقة كاملة شبر بشبر وما القيناه كنتنا ديك الساعة مع خاليد وايوب تمينا راجعين البلاصة في نديرنا مع القروب الثاني نطلقوا فيها وحنا كنتمشو بدك يضلهم الحال اني نضلهم الحال مزيانة خدمنا رؤيا الليلية جمينا او تاني قروب واحد وبدينك نمشطوا المنطقة من الوسط بشكل عكسي وما كنتخلو تشيقن تحت الأطراف تهوما ومتقارة كانت كبيرة ما عرفت كيفاش نوصفها لكم وكلها غابات اللي كانت مغطي علينا رؤيا كيجينا اتصال منها انتشاف الكبير كيسوونا كنقول لي بلي بقي ما كينوالو درجة تشكينا بليدوك المجرمين هاربو خرجوه من هنا احتفقدنا الأمال بالمزيان كانت تفاجئو بوحد جوج دياللي يدين شدو الدراري بجوج من رجليهم جروا نطيحو واحدة راصة صدست محدة وشي جبت السلاح ديالي بالزربة لمن غادي نوجه القرطاص جوج ديال رجال واقفين واحد شد خليد والاخو شد ايوب من الله وهزين عليهم فرادة هزين عينينا فوق تالت فيهم كان فوق الشجرة وشد السلاح علينا غا نفهم بالزربة بليدوك جوج رجال كانوا دافنينا ريوصهم تحت من اللاط ومغطينا ريوصهم بدك اربع دير الشجرة كنا دايزين من احداهم اللي من فوق منهم الوقت كامل من يضلهم الحلقة وانهم هم اللي يهجموا زيارو الدراري وقين احنا يهزين السلاحات عليهم كانت غاوتهم معهم كان بين فوجاهم بلي ما فيهم شرح ما ومشي ديال نيقاش فانا اللي مترقص المجموعة سولت واحد فهدوك كتعرب بلي هو دك السوداني من لون ديال البشرة دياله قلت لي شنو بريتي قللي انا مخاسر والو تهزل جهاز ديالك وتتصل برجال ديالك بكل شي تقول يوم بليه المجرمين راه هاربوا وخرجوهم من المنطقة وتبعد رجال ديالك كل البعد وديك ساعد ينطلقوا اصحابك قلت لي را ما يمكنش هادشرة مشي تحت السيطرة ديالي انا انا غي عامل وصافي قل يوم غير هادشرة ما غي يكون والو انا مستعد نموت دورت عينيه بين دك الثلاثة هاداك الفلوس ليه بطم الشجرة كان كيبان هو الضعيف فيه هاداك شي لاش خديت واحد طريق واحدة اخرى شفت فيه وقلت ليه انت امون تيف ديالك صغير واحد شوية مش حال عاطينك الاحساب مقريت خمس سنين هادش بيت يتهرب هاد جوجي عندهم المؤبات كحلو هادابة في الضوصة دياله هادش فكرت يتهرب انت يا هاد قناع هاد جوجي حطوا السلاحات دياله بقي مكملش الجملة واحد القرطصة ضربت فلرد من عندك السوداني قال لي اتعودت للعباد للعبادة منشتت لصاحبك راسه اش بدك السلاحات اللي عندك حطيت قاس السلاحات اللي عندي وحتى الدراري تاومة كنشوف ايوب وخاليد ما عندهم كيفاش يديره وعطانا الامر دك السوداني باش نرجع الله وفينها رجعنا ولبيناتنا واحدة خمسة ميتة وقيت لي را ما عندك فين تفلت دير شي حل يكون نقي قال لي اش غا نديره وعندنا المؤبات شمن حل اللي غا يكون نقي برينا غا نخويه البلاد وقيت لي را هاد المنطقة كاملة تطوقعت وخنعطي امر اهنق را ما عندي باش نعاونك طلق الدراء يا صحابي وغادي ندير بحلها ما شفتكش ونخليك تحب ولكن نكون اكد ان المنطقة راها مطوقة استسلم وحط سلاح وغادي نتأكد اني نشوف لك ضغف تخفيف قال لي ضغف تخفيف را قيل راك تسطيتي كان دوي معه وكان ركز معه خاليد هو اللي كان هزف عليه السوداني السلاح بل يا خاليد كي حرك عيني الجيهتي وكي غمس بحل غا يدير شي حاجة ضغط عيني للدراء اللي معايا بقيت ساكت كانت هذي يا لو قتالي خصنا النخ دقاء داي فهمو ديك الحركة ديالغاصي خاليد غمز المرة التانية رد السوداني الله وفي نفس الوقت مطلقش منه عن قودار معه السوداني شد سلاح نقاش عرف كيف شي يتيري في خاليد خاليد حاول يطيحه لكن السوداني بدك يتيري عشوائيين علينا صاحبو كان غايت يري في ايوب ترونات وجات قرطاص الايوب في كتفو بدك يتلاحو الاذاك الفلوس شدو وانتلاحيت جيدك السوداني جاتني قرطاصا جيت سدري ولكن كنت لابس البروتش بدينك نضاربوا معهم مقيتان ما كانش في القرطاص حيث الفرادة صافي طاحوا الارد كناكتر منهم معددا وحتى سدريبا ولكن كانوا قويين كانوا بغين يهربوا باي تمانين كان قدرنا نطيحهم بات صعوبة درنا اليوم لما ينعط الفلوس تضرب بقرطاصا جيت كرشو وهذاك اللي ملقب بالفاس جاشو قرطاصا في يدو تصلت برجال وجاو دخلو قطعتهم المنطقة والإحداثيات بالطبط وهزوهم دوم الإسعاف مات الفلوس وعاشوا هذو كجوش تحكم عليهم بالإعدام طبعا ما غدش يتنفد بعد المهمات تغيرت نظرة دينا شوية وبدنا كنت تدربوا نوع جديد من التدريبات أنا التطاني واحد بيروف واحد المقار باش بدنا ندرب الدرير الجداد والدرير كل واحد في موفين تلاح كنت لقعوا كله ويكايند ونخدمة دينا مقاش ميدانية بش دينا دي بوست اللي مزيانين ذاك شي لاش قارة تاني انجلس ونعود لكم حكاية شي كاملة قصة سالت أصدقاء القصة سالت نتمنى تكون عجباتكم في المستوى المطلوب هاد نوع دي القصة البوليسية بها الطريقة كيكونوا زوينين وخاكاك كن بغير نديرو مرة مرة باش نبعدكم اللي بغيت نقول لكم في هاد الفيديو انه القصة دي الحاروق غتتلح في هاد اليامات غتتكون دي بارتي يعني أجزاء وخحال فما نبقى نعود ندير أجزاء لكن الحاروق غتتكون واعرة فيها حدث بزاف ما نقدرش نتسجلها دقة واحدة فانتمنى يكون فيها التفاعل باش يشجعني أن ينكمل ومن أمورها غتتكون سكيليبا حرب النخبة جوش غدي يكون ذاك وقيل هو الفيديو سبعة عنده علاقة بسكيليبا بسكيليبا غدي يكون عشرة دي الفيديوهات باش غنساليوها بمرة ندوزو الشيحة جخة يلا أصدقائي دومتم سالمين عاديوس عميغوس موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة